يتم إنتاج 749.467.531 طن سنوية من القامح في جميع أنحاء العالم طبعا هذه إحصائية من إحصائيات المتداولة سنويا في أول الدول هي الصين الشعبية 131 طن 696.092 طن سنويا ثم يليها جمهورية الهند بما يقارب 93 مليون طن سنويا و500 ألف ثم تأتي في المرتبة الثالثة روسيا الاتحادية ب73 مليون طن و294.568 طن سنويا في المرتبة الرابعة تأتي دولة الولايات المتحدة الأمريكية ب62.859.050 طن سنويا في المرتبة الخامسة تأتي كندا بـ 30.486.700 طن سنويا في المرتبة السادسة فرنسا بـ 29.554.554 طن سنويا تليها دولة أوكرانيا 29.98.830 طن سنويا ثم تأتي في المرتبة الباكستان بـ 26.5.213 طن سنويا ثم تأتي ألمانيا بـ 24.463.800 طن سنويا ثم أستراليا آخر دولة من العشر دول بـ 22.274.514 طن سنويا ثم لتأتي تأتي بـ 26.754.657.2020